مصطفى مصطفى منبع للصفى سيد الأنبياء مشعل في الوفاة كان في عدفه لليتام ديفا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين وسيد الآخرين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر لا ذنب عليه ولا خطيئة عليه وهو مقبول عند الله عز وجل وضامن بإذن الله للجنة وللقبول وللرحمة وللرضوان هو رسول الله هو حبيب الله ورغم ذلك لم يكن صلوات الله الله وسلامه عليه يكف عن الاستغفار هذا النبي الذي غفر الله له كل ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر ما سبق وما لحق هذا النبي الذي قال الله له وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى وَقَالْ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ومع ذلك تراه لا يكف عن الاستغفار لا يكف عن التوبة بل ويعلمنا ذلك بيمين بقسم يقول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم والله إني لأستغفر الله في اليوم أكثر من سبعين مرة أكثر من سبعين مرة يستغفر الله طب هو عمل سبعين ذنب لا قدر الله هو معصوم بعصمة الله له معصوم من الخطايا ومعصوم من الذنوب ولا يذنب ولا يخطئ ومع ذلك هو يستغفر الله فما بالكم بنا نحن أيها الإخوة والأخوات ما بالكم بالمخطئين المذنبين الذين يمارسون الخطأ كل يوم بل كل ساعة بل كل لحظة في كل أمر الخطأ وارد والذنب وارد ونحن بطبيعتنا خطاءون نحن بطبيعتنا الخطأ جبل فينا ألا يجب علينا وألا ينبغي لنا أن نكون أكثر حرصا على الاستغفار وعلى التوبة نحن أصحاب الخطايا ليس هو صلى الله عليه وسلم لكنه الأحرص على الاستغفار والله يقسم صلى الله عليه وسلم والله إني لا أستغفر الله في اليوم مئة مرة لنا نعمل مقارنة نقارن نفسك به نقارن أنفسنا في تعاملنا مع الله عز وجل في تعاملنا مع أعمالنا مع خطايانا وذنوبنا وسلوكيات حياتنا نقارن أنفسنا به صلى الله عليه وسلم هو مغفور له ذنوبه ونحن مش ضمنين هو مضمون وبستغفر سبعين مرة إحنا اللي مش مضمونين كم مرة مفروض نستغفر كان الصحابة رضي الله عنهم يروون عنه صلى الله عليه وسلم فيقولون كنا نعد له في المجلس الواحد في الجالسة الواحد مش في اليوم في المجلس الواحد أن يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم أكثر من مئة مرة وأكثر من سبعين مرة وفي حديث آخر إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من مئة مرة مرة سبعين ومرة مية ومرة في المجلس الواحد بعد بيعدوله رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم أكثر من سبعين مرة وأكثر من مئة مرة وهو هو صلوات الله عليه المغفور له ذنوبه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيم ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيم هذا الذي حضي بكل هذه الخصال بكل هذه النعم بكل هذه الألاء الربانية يستغفر الله في اليوم أكثر من سبعين مرة وأكثر من مئة مرة وفي المجلس الواحد يتوب أكثر من مئة مرة وأكثر من سبعين مرة إحنا أولى وإحنا أكثر حاجة نحن أكثر حاجة للاستغفار منه صلى الله عليه وسلم لأننا نذنب والاستغفار يمحو الذنوب بل إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا فقال من لزم الاستغفار داوم على الاستغفار جعل الله له من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج ورزقه من حيث لا يحتسب وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا الاستغفار باب تلج منه إلى فضاء رحمة الله عز وجل باب تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى الاستغفار صلى علاقة بينك وبين الله عز وجل أكثر من الاستغفار في هذا الشهر بالذات وفي كل الأيام لأننا بحاجة إلى هذا الاستغفار نحن نذنب إذا عملتم سيئة فأتبعوها بحسنة تمحوها والاستغفار من أعظم الحسنات نسأل الله المغفرة ونسأل الله التوفيق لدوام الاستغفار ولكثرة الاستغفار تقربا إليه وهربا من ذنوبنا غفر الله لنا ولكم ما تقدم وما تأخر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين مصطفى مصطفى منبع للصفى سيد الأنبياء مشعلون في الوفاء كان في عدفه لليتام ديفاء مصطفى مصطفى منبع للصفى سيد الأنبياء مشعلون في الوفاء كان في عدفه لليتام ديفاء مصطفى 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 مصطفى